ولمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا مباشرة من بغداد وهاب أطائي المستشار الإعلامي لوزير الداخلية سيد وهاب أهلا بك معنا نبدأ من موضوع الإجراءات الأمنية المتخذة في بغداد ومحيطها استعدادا للزيارة زيارة الإمام موسى الكاظم في ذكرى وفاته ما المختلف في هذه الخطة في كل زيارة في كل ذكرى لدى عمليات بغداد وزارة الداخلية خطط كثيرة تعدها قبيل أيام الزيارة ما هو المختلف هذه المرة نعم تحية طيبة لكم ولمشاهدي الحرة في كل مكان الشرطة ووزارة الداخلية بشكل عام وبتوجيه مباشر من السيد معالي وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي تمت وضع كل ما من شأن حماية الزائرين بغداد كما تعلمون مدينة فيها أكثر من سبعة ملايين مواطن ويضاف لها أكثر من 12 مليون زائر وبالتالي هي تحتاج إلى استنفار كل إمكانيات وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة الاتحادية فواج الطوارئ النجدة الشرطة المجتمعية والدفاع المدني وكذلك موارد الوزارة الداخلية من أرتال العجلات التي ستكون وتقوم بعملية نقل الزائرين بعد استكمال الزيارة وضعت الخطة وفق حسابات دقيقة ووفق معلومات تراكمية من خلال الخطط السابقة ونعتقد جاهدين أيضا وبجهد استخباري عالي بأنها ستكون زيارة منضبطة منظمة محمية من كل احتداء إرهابي تحاول أن تفكر به العصابات الإرهابية احتمدنا أسلوب العمليات الاستباقية واحتمدنا أسلوب حقيقة قبل فترة حصل في بغداد ما يسمى بعملية السيل الجارب في ضرب بؤر كانت في حزام بغداد وبالتالي التقارير الاستخبارية تؤكد أن العملية ستسير وفق ما نتمنى ووفق ما مخطط له ممتاز طيب ننتقل إلى البصرة وبشأن التهديدات التي قالت دوائر الاستخبارات أعلنت أن حالة تأهب قصوى تدعو من خلالها الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الحيطة والحذر يمكن بالجانب الاستخباري يعني معرف إذا يمكن أنت تصحح لي يمكن ليس صحيح جدا إخبار الناس أن هناك حالة تأهب لعمليات إرهابية قد تخل بشارع المحافظة بالتالي يخل بالوبع الاقتصادي وقد هناك العديد من المجرمين يستغلون هذا الموضوع وهذه الحالة مثلا جرائم جنائية بغض النظر عن الجرائم الإرهابية يعني يستغلون الوضع المقلق بشكل عام كيف تعلق على ذلك؟ البصرة أمنيا مصنفة منطقة خضراء البصرة معدل جريمة إرهابية قليل جدا نعم حصلت جرائم جنائية وهذه تحصل في كل مكان في العالم أما استخدام التصريحات على مستوى إعلامي بهذه الطريقة نحن نؤكد أيضا وبثقة ومن خلال الأخوة في وكالة الاستخبارات أن الأمر مسيطر عليه لدينا عمليات استباقية تحليل المعلومة بشكل دقيق الأجهزة التي وصلت إلى الكشف وإلى هذه الوثائق قادرة بالتالي على أن تقوم بعمليات استباقية لمنع هذه العصابات الإرهابية من أن تقوم بأي فعل إرهابي وبالتالي نطمئن المواطنين بشكل كبير ونتحدى أيضا العصابات الإرهابية أن البصرة مستقرة وآمنة ولكن في نفس الوقت التحدى الأمني سيد وغاب دوائر الاستخبارات ألم تستطع القيام بهذه المهمة مشكورين ممنونين بدون التصريح إلى المواطنين وخلق حالة قد تكون من القلق أو الإرباك لدى المواطنين الناس ستبدأ تخاف ستبدأ تقلق ستبدأ ما تطلع نصحح نعم نعم نصحح لهم كالتالي الأجهزة الاستخبارية قامت بعمليات استباقية وسيطرت على شبكات وفككت شبكات إرهابية مهمة جدا وعلى هذا الأساس نطمئن كل المواطنين في العراق حقيقة وبتوجيه أيضا عملياتي مباشر من قبل السيد الوزير على أن يتواصل الجهد الاستخباري ليلة النهار من أجل الأمن واستقرار المواطن والاستقرار النفسي بالتأكيد يسبق كل هذا نقول البصرة آمنة وكل محافظات العراق إن شاء الله آمنة هناك تعاون كبير من قبل المواطنين لا نسمح لأي جهة أن تحاول أن تربك الوضع الأمني في البصرة أو في غيرها ممتاز طيب سؤالي الأخير سيد وهاب كان هناك خطط مسبقة لنشر قوات الشرطة لمسك الأرض في المناطق المحررة الموصل والأمبار وغيرها أين وصلت هذه الخطط؟ باختصار الخطط موضوعة بشكل كامل إن شاء الله بعد أن استكمل تحرير الساحل الأيمن في الموصل وكما رأيتم في باقي المحافظات التي تحررت الشرطة مسكت مواقع كثيرة مثلا في الأمبار وفي صلاح الدين وفي ديالة كم نسبة الأراضي التي كما مسكوها؟ والموصل أيضا النسبة الأكبر قد تصل إلى 75% من الأراضي التي تم تحريرها ممتاز أنا أشكرك وأشكر حضورك ويانا كنت معنا مباشرة من بغداد وهاب أطائل المستشار الإعلامي لوزير الداخلية ترجمة نانسي قنع